لسه مكمليين معاك وفقراتنا ولسه مكمليين معاك ومتابعتنا لرحيل البابا شنودة وكل الأحداث ستمر بيها مصر الثلاثة أيام القادمين زي كل يوم حد بيكون معانا فقرة عن كتاب والكتاب المعانا النهاردة هو رواية رواية أكابلا للروائية دكتورة مية المثاني ده غلاف الكتاب أعتقد كده بين الكتاب صادر عن دار شرقيات رواية مية المثاني هي من جيل التسعينيات وليها سلوب خاص جدا في كتابتها أعتقد هي أستاذة لتاريخ السينما بجامعة مونتريال بكندا وليها عدد من الكتب النقضية في السينما في المصرح وفي الأدب هي موجودة دلوقتي في مصر وتقوم حاليا بحملات توعية سياسية وثقافية في المجتمع المصري هنتكلم النهاردة عن رواية أكابلا وحنتكلم كمان عن حملات التوعية وضفتنا دكتور مية المثاني صباح خير وأهلا بيكي صباحا نور يا معي أهلا وسهلا طبعا في البداية لازم نتكلم عن الرواية أكابلا يعني إيه؟ أكابلا هي كلمة إيطالية بتستخدم عادة في الموسيقى علشان نقول لما يكون فيه مغني بيغني بصوته فقط بدون مصاحبة موسيقى بنقول عليه بيغني أكابلا فبالمعنى بمعنى أنه هو منفرد يعني صوت منفرد بدون مصاحبة موسيقى وكان صعب طبعا في العنوان أختار الجملة دي بالكامل يعني أقول صوت منفرد بدون مصاحبة موسيقى فقررت أستعمل اللفظ التكنيكا يعني بتاع الغناء المنفرد وده معنى أن فيه شخصية في الرواية هي يعني بالزبط اللي بيها الموقفة الأكبر بالزبط هي الرواية الحقيقة بتدور حوالين فكرة الصداقة بين سيدتين واحدة منهم بنعرف من بداية الرواية خالص إنها بتموت بس إحنا بنرجع لتاريخها وعلاقتها بصداقتها دي بصديقتها الأخرى من خلال وجهة نظر الرواية والرواية في لحظة من اللحظات بتعثر على مذكرات أو يوميات صديقتها اللي اسمها عيدة وبالتالي بتقرر إنها تعيد كتابة اليوميات دي وتنقح في بعض الأحيان يعني بعض الأحداث اللي حصلت إلى آخر هي شوية بشوية في أثناء الرواية بتحل محل صديقتها بشكل أو بآخر فأنا كنت بحاولة يعني أتكلم على فكرة الصداقة والجروح الصغيرة اللي ممكن تنشأ من صداقات يمكن فيها شوية إحباط أو فيها شوية غيرة طبعا الصديقتين حواليهم كمان أربع شخصيات من الرجال وتحصل أحداث كتيرة مرتبطة بعلاقة الست شخصيات دول مع بعض الزمان المكان عناصر الأساسية في أي رواية؟ والله أنا قررت أن أنا في الرواية دي وأنا عندي روايتين قبل كده دونيا زاد وهليوبلس دونيا زاد كانت عن أم بتفقد ابنتها لحظة الولادة وهي شبه سيرة ذاتية وهليوبلس عن طفلة بتنشأ وتترعرع في حي هليوبلس اللي هو مصر الجديدة وبداية الرواية بنحددها يعني شوية كده بوفاة عبد الناصر سنة سبعين ونهايتها بوفاة السادات سنة واحد وثمانين فهنا فيه وضوح كامل في هليوبلس أكابيلا قررت أنه مش حدد أي حاجة هي بتحصل في مدينة والمدينة دي بتقع على نهر فإحنا ممكن نتخيل أن هي القاهرة أو نتخيل أن النهر ده هو النيل أو برضو لو ترجمت وهي يعني هتترجم إلى الفرنسية حتى بفكر أن أسماء الشخصيات أحولها شوية يعني عيدة اسمه ممكن يمشي عربي وأجنبي عيدة معروفة لكن مثلا كريم إحنا بنفكر أن إحنا نترجم كلمة كريم ويبقى اسم أجنبي أو شخصية حسام نترجمها ويبقى اسم أجنبي وهكذا بحيث تصلح أنها تحصل في أي زمان وفي أي مكان ويكون التركيز الرئيسي على معنى الصدقة وإيه اللي بيحصل بين الأصدقاء وبين بعض من مشاعر وعواطف وإزاي بتتطور وإزاي بتتغير وإزاي ساعات بنحب نحل محل الصديقة أو الصديقة في بعض المواقف أو الأحداث في حياتنا فعايزها تكون مفتوحة شوية على العالم يعني عيدة هي الصديقة اللي بتتوارفة اللي باتت والليها مذكرات والأخرى والأخرى ملهاش اسم بقى ملهاش اسم هي الرواية هي اللي بتقول أنا من بداية الرواية ومن أول يمكن ثلاثة أو أربع صفحات بنعرف إن عيدة ماتت وإن هي كتت أصدق صديقة ليها أقرب صديقة ليها وبنعرف كمان من الفصل الثاني يمكن إنه في فكرة اليوميات وإن إحنا لقينا اليوميات دي فحنعمل بها إيه؟ طب هي أقرب صديقة ليها المفروض إن هي تكون يعني عارفة حياتها أكتر يعني مش محتاجة إن هي تكون عندها مذكرات وبالضبط فعلشان كده عيدة بتعتبر لغز شوي لغز لإنه في لها حيوات مختلفة وفي مستويات مختلفة في حياتها إحنا مش قادرين نوصل لأعمقها فكرة كمان إنه أي شخصية من الشخصيات لو إحنا فكرنا فكرة الأدب الكلاسيكي حنلاقي إنه مفاتيح الشخصية إلى حد كبير موجودة والكاتب بيعمل مجهود إنه يشرح حالنا ويحط إيدنا عليها بالزبط وكده أنا في كتابتي بصفة عامة بحاول أخلي القارئ يقلق شوية وما يبقاش متأكد من الحقيقة فهنا الرواية يعني المفروض برضو هي البطلة الأخرى في الرواية بتقول معلومات عن عيدة ممكن ما تكونش هي بالمئة بالمئة صحيحة وبنكتشف عن عيدة معلومات أخرى أثناء الرواية ممكن هي دي اللي تنور لنا شوية حياتها إيه لحد ما نوصل لآخر النص وفيه بقى بتحل الصديقة محل عيدة بشكل أو بآخر فأنا هنا برضو بشتغل على فكرة الدبل يعني أو كأن واحد واقف قدام مراية فأنت متصورة أنك عارفة نفسك 100% ولكن في الواقع لا ممكن ما تكونيش عارفة ويكون الإنعكاس بتاعك ده على المراية هو بيعكس حاجة أو معلومة أو حالة أو واقع لكن فيه واقع تاني مش معكوس ومش معروف وهو أعمق وده اللي لازم ندور عليه وهكذا حقولون أن الرواية لها فلسفة خاصة مختلفة صح بالزبط هي أنا بحاول بشكل رقيق كده وبدون ما أقول أن إحنا بنتفلسف كتير يعني لأن في النهاية الرواية تخيل وأنا محتاجة حط أحداث وكده عايزة أقول أنه في علاقات الصداقة إحنا دايما بنتصور أن إحنا وقفين قدام مراية نتوقع من الصديق أن يكون أقرب حد لصورتنا اللي إحنا نفسنا نعكسها عن نفسنا في الواقع إحنا ممكن ما نكونش عارفين نفسنا كويس وبالتالي الصديق دا ما يكونش برضو متجاوب تماما مع اللي إحنا عارفينه عن نفسنا وبالتالي المسافة دي اللي هي المسافة بين أي شخص وبين حتى صورته نفسها في المراية هي اللي لازم نقعد نفكر فيها ونشوف إزاي المسافة دي ممكن تتسع أو تديق لو إحنا معرفناش نفسنا من جوه بقى أحيان كتيرة جدا بيبقى صعب نعرف العالم حوالينا فهي رحلة البحث دي يعني رحلة البحث دي موجودة طول الرواية وننساش طبعا أنه ده يعني رحلة البحث دي هي ليها إطار اجتماعي كمان يعني فيه إطار طبقي الشخصيات دي جاي من أني طبقة معرفها إيه في الحياة فيه مثلا إشارات ومؤشرات لأنهم بيقروا كتب شكلها إيه بيسمعوا مزيكة شكلها إيه متصلين بالعالم الخارجي اللي حواليهم بأي طريقة فيه شخصية طبيب وفيه شخصية كاتب والشخصية الطبيب والكاتب برضو بيردوا على بعض فيه واحد حياته ماشية في اتجاهه وكل ده بيكون بشكل مجموعة من الناس قادرة تتألف مع بعضها إزاي أو مش قادرة تتألف إزاي يعني إحنا بعيدنا أكتر عن الزمان والمكان والأسامي وركزنا على بناء الشخصية كل الشخصية عاملة إزاي بالزبط بالزبط هي فكرة الرواية جميلة جدا ومهمة جدا وفعلا عندك حقيقة كلنا معلشنا نفسنا معلومات كافية زي ما إحنا متخيلين هي بعيدة شوية عن المتوقع عند القارق يعني القارق متوقع دايما حدوتة ويطلع من الحدوتة أو القارق اللي يعني بيتصور أنه الأدب استهلاكي يقدر يقرى في القطر كده وهو مسافر ولا كده وبعدين يرمي وينساه أو الأدب مجرد حدوتة كده بسيطة وصغيرة أحكيها لكم في سطرين وتخلص على كده أنا حاولت أنه يعني أعمل حاجة أتحدى بيها القارق شوية أنه لازم تشغل التفكير لازم تشغل الوعي بتاعك ومعارفك المختلفة عشان تفهم الشخصيات دي ملحة هو فيه إيه بالزبط؟ يعني ممكن يبقى مستغرب جدا يعني الناس دي فعلا موجودة وأحسسها دي فعلا حقيقية وندخل المدخل ده لحاجات أعمق شوية من 13 سنة هجرتي كندا وبعد كده كان ليكي تصريح بعد الثور وقلت أنا ندمانة أن أنا هجرت وأن أنا يعني فيه المعاملة بتتم معي على أساس أن أنا مسلمة هو هي المشكلة في الهجرة مش الندم أنا مقدرش أقول أن أنا ندمانة أن أنا هجرت لأن أنا استفدت أنا رحت كندا علشان أعمل الدكتوراه وكان يعني دايما المقولة بتقول لطلبه العلم ولو في الصين فأنا رحت لحد كندا علشان أطلب العلم أنا كان هدفي من مشروع السفر ده أني حاخد الدكتوراه وارجع على مصر بعدين أسرتي قررت أن احنا حنوعد في كندا وأنا بتابق بالتبعية عادت مع أسرتي يعني لكن فضل دايما الخيط اللي بيشدني لمصر أقوى بكتير يعني طول الوقت بفكر أنه يمكن الأحسن أن أنا أرجع مصري يمكن الأحسن أن أنا أستقر بشكل نهائي في مصر بس طبعا ما أقدرش خالف برضو وجهة نظر أسرتي فأنا بين البلدين طول الوقت التعامل والعمل إزاي؟ هي الحاجة الوحيدة اللي أنا مفتقدها يعني أنا أستاذة جامعة وليه مكانتي في المجتمع الكندي وكل ده لكن الحاجة اللي بفتقدها فعليا فعليا هي دوري ككاتبة أنا بكتب باللغة العربية حتى لو الكتب مترجمة إلى لغات أجنبية لكن لما بيتبصلي بر على أني كاتبة عربية بابقى دايما محصورة في الإطار بتاع كلمينه عن الحجاب أو كلمينه عن المرأة المسلمة أو كلمينه إزاي الراجل بيدرب مراته في مصر يعني فكرة العنف والعنصرية والستيريوتيبس اللي واخدينها تصورات سهيئة جدا ومتوقع مني طول الوقت ككاتبة أني حدافع عن المرأة المصرية أو أني حدافع عن فكرة الطيرات الإسلامية الموجودة وهي بتفكر إزاي وإحنا المفروض نقومها إزاي فبنبتعد تماما يعني شوف إحنا بداية حوارنا النهاردة تكلمنا في الأدب شوية يعني في الكتاب نفسه أنا كنت عاوزة أعمل إيه الأسلوب اللي حاجت بيه إيه حاجات كده لكن للأسف خارج الإطار ده يعني خارج إطار الأدب كأدب دايما بيبقى مطلوب مني أني أمثل حاجة يعني أمثل المرأة المصرية بصفة عامة وأنا مش عاوزة أمثل المرأة المصرية أنا عاوزة أمثل نفسه أنا عاوزة أقول مية تلمس يعني فكرت كذا أو كتبت كذا ويكون ده المدخل للشغل بتاعي وبالأسف ده بما أننا كنا بعيدة عن توقات أننا نتكلم في السياسة لازم نتكلم عنها بعد ما رجعت مصر فكرت أنك تعملي موقع إلكتروني اللي هو دولة مدنية خلينا أول نشوف برومو عن الدولة المدنية ونرجع نكمل كلامنا ترجمة نانسي قنقر أنا يبدأ تأسيس أحزاب على أساس ديني طبعا شاقا فيش حاجة اسمها دولة مدنية زيط مرجع ديني فيش حسنا حاجة اسمها دولة زيط مرجع ديني الدولة مرجعية الأساسية هو دستور اللي بيتفق على المواطنين الدولة مدنية مش ضد الديني مش قد ضد أي ديني في دولة مدنية أنت بتقيم البني آدم اللي قدامت على أساس كفاءتهم حد أن الحياة تقبل بي الدولة المدنية الجميع مواطنية يحفظ لهم الأساس واحد الصحة اثنين التعليم ثلاثة الحقوق اللي هي الحريات اللي بيطرها الدستور والعرفة والقانون شوفنا برومو عن الدولة المدنية وموقع دولة مدنية ده جزء من حملة التوعية الثقافية والسياسية اللي بتقومي بيها ولا هي الموقع زي حاجة بتديسي بيها في البداية الموقع بتدينا نشتغل عليه في أثناء 18 يوم يعني بعد حملة بعد موقعة الجمل على طول كان واضح بشكل أو بآخر من اللحظة دي في تاريخ الثورة المصرية أنه في الطيار الإسلامي هيبتدي يشتغل جوه الشارع وحيبتدي يحاول الاستئثار بالثورة وبمنجزات الثورة إلى آخر فأنا تصورت أنه أفضل طريقة لمقاومة هذا الاتجاه هو أن احنا نبتدي نفكر الناس من أثناء الثورة نفسها حتى قبل سقوط مبارك بأن احنا هدفنا وأملنا في مصر أنها تكون دولة مدنية حديثة فابتديت أتصل بأصدقاء لي هنا في مصر يسعدوني على إنشاء الموقع وده حصل فعلا وتم يعني إنشاء الموقع ونشره في مارس 2011 يعني أثناء الثورة كنت موجودة في كندا بس كنت بتشريفي على الموقع من هناك بشتغل من هناك أولاً التمويل بتاع الموقع برضو عشان ده سؤال بتسئله دايماً التمويل بتاع الموقع 100% من جيبي الشخصي والهدف كان منه إن إحنا ننتج عدد معين من أفلام الفيديو القصيرة جداً عبارة عن انتروفيوهات مع شخصيات مهمة في المجتمع المصري إحنا بنشوف بعضهم هنا في الفيديو وننشر الصورة دي على الموقع وبعدين نحاول نستخدمها أيضاً في التوعية المدنية سواء في الجامعات أو في المدارس إلى آخر بس عشان نؤكد على معنى الدولة المدنية الحديثة هي إيه وإحنا طالبين إيه أو أملنا إيه في مصر القادمة صحيح هيا أقول لك إن ساعة الثورة أو أول 18 يوم فعلاً يعني أقول بقى من الحياة الجديدة من مستقبل الجديد لمصر كان صعب أول أن نستتنبأ إيه اللي هيحصل في الفترة الجاية يعني كان الضغط أكتر على إمتى الرئيس السابق هيرحل إيه اللي هيحصل يا ما كانش لسه فيه فكرة الدولة دي هتصبح دولة مدنية أو دولة دينية فالتنبؤات دي ممكن أقول إن هي بدري شوية عنه طبعاً بدري بس المثقف الحقيقي هو اللي يقدر يتنبأ شوية بما سيحدث من قراءة الأحداث والأحداث كان كلها بتشير لأن فيه اتفاق مسبق تم أثناء وجود مبارك لحصول جماعة زي جماعة الإخوان المسلمين مثلاً على الفرصة اللي هي من حقهم بالمناسبة ولنا دايماً بأكد على إنها من حق جماعة المسلمين وده كتبتوا لما كنت بكتب في روزة اليوسف قبل الثورة كنت بقول من حق جماعة الإخوان المسلمين أن يكون لها أحزاب سياسية تمثلة لأنها جماعة موجودة من حاجة وتمانين سنة من حقهم التواجد السياسي دلوقتي إحنا شفنا أثناء وجود مبارك نفسه عشان كده فكرة التنبؤ دي مش فكرة يعني مش بننجم بس كان فيه من قراءة الواقع أنه في لجنة الحوار اللي اتعاملت خرجنا منها وفيه تصور على إنه الإخوان المسلمين هيكون الآن من حقهم البدء فيه تأسيس أحزاب سياسية وأنا تصورت في لحظتها أنه الاتجاه العام هيكون فيما بعد لو نجحت الثورة وتنحى مبارك فعلاً هيكون في اتجاه أنه الطيار الإسلامي اللي هو متواجد على في الشارع هيكون عنده رغبة في أنه يؤكد هوية الدولة الإسلامية فأول خطوة عملناها في اتجاه بناء الموقع ده دولة مدنية مش بس أنه نعرف بدولة مدنية لكن عملنا بيان للمثقفين قلنا فيه أنه نحن بنناشد الجميع أنه يفكر مجرد التفكير في تعديل المادة التانية من الدستور وتم التوقيع على البيان ده من عدد كبير من المثقفين ونشر أنا برضو مهتمة جداً بالتواريخ نشر في عدد من الصحف المصرية والعربية يوم 13 فبراير 2011 فده طبعاً معناه إيه؟ معناه أنه من بدري جداً كان واضح أنه فيه اتجاهات معينة والتجاهات دي من الممكن أن تستأثر بالصحة السياسية وهو ده اللي احنا شايفينه النهاردة يعني كان فيه تصورات وكان فيه توقعات ويعني جزء كبير منها اتحقق وأنه فعلاً كان فيه اكتساح للطيار الإسلام السياسي للصحة في الشارع المصري حالياً بس يعني في التوقعات دي كان فيه فكرة مصر حتبقى عاملة زي في فترة الجاية كان عندك تخيل كده إيه اللي حياتي أنا عندي تخيل ولسه بتغيري التخيل ده قائم تتغير التفاصيل بتاعته شوية بس هو التخيل العام قائم دلوقتي احنا كنا في مرحلة قمع شديد وبنحاول أن احنا نخرج من حالة القمع دي الخروج من حالة القمع هو بإيه تحت الحريات الحريات بشكل مطلق اللي حصل دلوقتي أنه القوى السياسية الموجودة والتي تستأثر بالسلطة لا تسمح بهذه الحريات سواء كانت القوى دي قوى عسكرية أو قوى دينية وعشان كده القوى العسكرية والقوى الدينية هي قوى ضد مدنية الدولة الحديثة وإحنا بنحاول نقول أنه أي تحالف أو تواطق بين هذه القوى وبعضها هو تحالف ضد الدولة المدنية الحديثة اللي احنا عاوزين نوعيه لتفهمه للناس زي ما البرومو بيقول هو أنه ده مش ضد الأديان بالعكس ده يكفل الأديان وده مش ضد المؤسسة العسكرية بالعكس ده يحمي المؤسسة العسكرية لكن التصور إيه؟ التصور أنه مصر في المرحلة القادمة وبوجود هذا البرلمان اللي بيحاول أيضا أنه يستأثر باللجنة التأسيسية للدستور إلى آخره في وجود هذا الطيار الإسلامي المتشدد والمنتشر والذي يحظى بعدد من الحجم من التأييد في الشارع ما ندرش ننكر ده احنا رايحين في اتجاه فشل للمطالب الأساسية للثورة اللي هي أولا حرية وثانيا عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية وثالثا عيش احنا ما شفناش العيش لحد النهاردة ما شفناش حريات بالعكس بنشوف حد الحرابة وبنشوف قضايا حزبة ضد فنانين وبنشوف كوارث كثيرة جدا فإحنا مبدئيا بنقول إنه في مخطط لعدم إنجاح الدولة المدنية الحديثة رغم إنه الخطاب السائد من الخارج طبعا كلنا عاوزين دولة مدنية صحيح وعقول إنه في الفترة الجاية عموما مصر محتاجة لحملات لوعية كثيرة جدا كويس إنه إحنا بدأناها وكويس إنه في ناس فعلا بتبادر وتنزل الشارع المصري وتواعي الناس اجتماعيا وسياسيا دكتور مي التلمساني الرواية ورواية أكافلا أولا مبروك على الرواية شكرا جدا وجودك معينا النهاردة مرسي قوي ليك مشاهدينا خليكوا معينا وتابعونا بعض الفاصل عندنا فكرة مهمة جدا مع عشر